وعلى لسان الرئيس الفرنسي ماكرون قال إن فرنسا وتركيا ملتزمتان بوحدة وقوة الناتو ونحن نعلم حجم التوترات في العلاقات الفرنسية التركية هل تغيرت السياسة الخارجية على المستوى الدبلوماسي؟ يا سبحانه غير الأحوال هذه فرنسا نفسها كان يقول ماكرون أن الناتو ما تسريريا ولا حاجة للناتو وتركيا هي بالنسبة هي عبع على الناتو والكثير من الهجوم على تركيا عندما أصبح تركيا الآن رقم صعب في المعادلات الأمنية وبعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبح الكل يحاول أن يخطب بودة تركيا أصبح الكل يقول عن تركيا يرغب في كسب رضا تركيا وودة تركيا أقولها بلا أي مبالغة عندما تكون قويا حتى عدوك يحترمك الآن تركيا هي عامل صعب وفرنسا وتصريح ماكرون هو يريد أن يخطب بودة تركيا وأن يكسب تركيا ويعلم حق اليقين بأن لا يمكن تصحيح العلاقات مع تركيا إلا باستردائها وبهكرة تصريحات تنم على أن هناك إعادة جسور تواصل دبلوماسية وسياسية لكسب تركيا والتعاون عسكريا وستراتيجيا وربما أيضا اشتركوا في القناة